كانت العاصمة اللبنانية بيروت عاصمة الشرق الأوسط للحياة العذبة ومركزاً لحركة مدنية مفعمة بالحيوية والطموح إلى أن تسبب الفساد وغياب حس المسئولية لدى نخب البلاد السياسية في إغراقها في مستنقع من البؤس واليأس هكذا وصفت مجلة لونوفي الأوبس الفرنسية واقع الحال الذي يعيشه اللبنانيون اليوم إذ باتت بلادهم التي اهتزت على وقع الانفجار المدمر بمرفأ بيروت عام 2020 وما زالت تداعياته مستمرة حتى اللحظة تعيش ضمن أخطر ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر حيث تواجه مشاكل لا تعد ولا تحصى ليس آخرها مستويات الدين القياسية وتدهور قيمة الليرة وهجرة الكفاءات وفساد النظام والأزمة السياسية المتقدة التي لا تنتهي وسرقة مدخرات الناس من قبل البنو وذهبت مجلة لونفي الأوبس الفرنسية أبعد في الوصف قائلة إن لبنان الداخل فعليا في فوضى اقتصادية وبات كل شيء فيه يقايد ويستبدل ويباع ويشترى بالمل وسط المتاعب وبؤس الحياة اليومية وفقدان الأمل حيث أزمة العملة والمصارف الخانقة ووباء كورونا والمياه والكهرباء والفقر والفساد المستشري في طبقة سياسية حاكمة ليست قادرة على التفكير أبعد من مصالحها الضيقة وتختم المجلة بأن لبنان ينحدر نحو الجحيم إذ يعيش منذ عشرة أشهر بلا حكومة وستون بالمئة من سكانه باتوا تحت خط الفقر بينما وصلت نسبة البطالة فيه إلى أكثر من 39% وفقدت عملته 90% من قيمتها مقابل الدولار وارتفعت أسعار المواد الغذائية فيه خمسة أضعاف منذ نهاية عام 2019